السلام عليكم شباب بنات مصر وعطان عربي معكم محمد وسر نكاوي وانا اردت بحالاتنا احارت عليكم مكموات مشاريب لتكبير وتسميل مرات الانوس قبل اي حاجة سوى ما احنا بتاعتوني تايما ما تنشوش انكم تعملوا ليش سبسكرايب وتفعلوا كرات وصالكم كل فيديوها دي كديدة ولا بينا نبدأ الفيديو من قبل ما اردت عليكم المشروب الاول او باقي المشاريب هيسألكم ان كل المشاريب لانا احارت عليكم ان شاء الله فيديو النهاردة هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تسميل وتكبير مرات الانوسة عند كل البنات وكل السيدات وكمان برضو انا عايز اقول لكم ان انتو هتختاروا مشروب واحد بس من المشاريب اللي انا هقول لكم عليهم ان شاء الله فيديو النهاردة وحتمشوا على المشروب ده لمدة شهر او خمستاشر يوم يعني خمستاشر يوم او تلاتين يوم ولو حبيدوا انكم بعد الفترة دي تغيروا او تبدلوا المشروب اللي انتو كنتم متعودين عليه فمشروب تاني مفيش اي مشكلة وبردو لو حبيدوا انكم تبطلوا مستمرين على المشروب اللي انتو اتعودتوا عليه لحتى ما توصلوا للنتيجة اللي انتو عايزينة برضو مفيش اي مشكلة دي حاجة تركع لكم انتو حلو اوو فتالوقت بقى انا بقى وعدكم وبطمئن لكم انتو يعني لو نفستوا كلامي بالحرف الواحد ها بالحرف الواحد هتقتروا توصلوا للنتيجة اللي انتو عايزينة في خلال عشر ايام او خمستاشر يوم بالصبت يعني بعد عشر ايام او بعد خمستاشر يوم هتبتقوا تلاقوا ناتيجة حلوة كتا في مناطق القونسة في كسمكم مثلا منطقة الصدر او منطقة الارتاب العتلة اياما منطقة الفخاد او باقية مناطق القونسة التانية اللي انتو عارفينها تمام فانا عايز اقول لكم ان مشكلتكم هتتحل واعتبروا كمان انها تحلت وتلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي المشروب دي يلا بين وتلوقتي شمان شايفين انا هقول لكم على المشروب الاول فايه ركزوا معاي بقى هتجيبوا اول حاجة في المشروب الاول كوباية حلبة صغيرة بالحكم ده بس اما حاجة الحلبة تبقى سخنة تمام وحتحطوا او هتضيفوا على كوباية الحلبة خمس معالق صغيرين من حليب الصيب وحتقلبوا المشروب ده بشكل دقريب او بشكل عقارب الساعة ما تشربوش الحلبة الا لما تلاقوا لونها بدأ يتغير يبقى لونها مثلا بوعيد او لونها بقى بني شويك تمام المشروب ده انا دايما بنسح بيه كل البنات وكل السايدات اللي دايما بيهتموا بتكبير وتسميع المناطة الونسة اللي عندهم علشان المشروب ده كبار جدا وان شاء الله بإسلنا الله هيعنا هيسعيدكم على انكم توصلوا للنديقة اللي انتم عايزينها فيه وقت وشار جدا وكمان بنسحكم انكم تشربوا المشروب ده ثلاث مرات في اليوم يعني ممكن مثلا مرة قبل الفطار او بعد الفطار بنص ساعة او بالساعة لربع عادي خالص والمرة التانية بعد الهدف مباشرة او بعد الهدف ربع ساعة والمرة التالتة وهي المرة الاخيرة قبل النوم بعشرة دقائية وبعد ملتولكم على المشروب الاول طلوقتي احلوكم على المشروب التاني ركزوا معي بقى المشروب التاني هتجيبوا كوبايت حليب السويع شغرة بالحاكمة بالوضافة على كوبايت حليب السويع هتجيبوا معلاتين صغيرين من صد اللوس متشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب بدلا ما كان ابيض حيبالونه افويت مع ايد تقليب المستمر لحتى مالونه يتغير تمام والمشروب ده تايما بنصح به كل البناد وكل السيدات اللي تايما كل همهم يعني تكبير وتسمير مرات الانسة اللي عندهم وكمان برضو المشروب ده هتشربوه ثلاث مرات في اليوم قبل الفطار او بعد الفطار وبعد الخدم مباشرة وقبل النوم بعشر دقائق ودول وقت احرط عليكم المشروب الثالث المشروب الثالث هتجيبو كوباية حلبة صغيرة بالحكم ده وهتطيفو او هتحطوه على كوباية الحلبة معلقتين صغيرين من عسل النحل والمشروب ده هتقلبوه بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة وكمان انصحكم لانه مشروب مهم كده انصحكم انكم تشربوه اربع مرات في اليوم لانه بيعتبر من اقوى المشروبات او من اقوى المشاريب اللي تايما بنصح به كل البناد وكل السيدات علشان يوصلوا للنتيجة هلما عايسينا فيه وقت غشار كده وسايا ما قلتلكم المشروب ده هتشربوه اربع مرات في اليوم وبعد ما قلتلكم على المشروب الاول والثاني والثالث طلوقتي هلوكم على المشروب الرابع. ركزوا معي بقى وشمعونوا كويس ونفسوا كلامي بالحرب الواحد. اول حاجة في المشروب الرابع هتجيبوا كوباية حليب كامل التسم كبيرة بالحكمة ده بالوطافة على حليب كامل التسم هتجيبوا معلقتين صغيرين من الفانيليا بالوطافة كمان المعلقة الصغيرة من بطرة الصهوية. المشروب ده هتقلبوه بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة. ما تشربوش الحليب الا لما تلاقوا لونه بدع يتغير. وكمان المشروب ده قوي جدا جدا وحيس ساعدكم على انكم توصلوا لان دي كالهم عايزينهم في وقت واضح كدة. وانسحكم برضو انكم تشربوا المشروب ده اربع مرات في اليوم. ودول وقت احرض عليكم المشروب الخامس المشروب الخامس هتجيبوا فيه كوباية حليب السهوية صغيرة بالحكمة بالوطافة على كوباية حليب السهوية هتجيبوهم علىها صغيرة من البطرة الصهوية. المشروب ده هتقلبوه بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة. ما تشربوش الحليب الا لما تلاقوا نونه بدأ يبقى افويد او قريب من البني شوية تمام المشروب ده برضو كوي كتا وياما سعيد كتير كتا البنات والسيدات على انهم يوصلوا للناديقة اللي هم عايزينها في وقت وشار كتا وبرطو انسحكم انكم تشربوا المشروب ده اربع مرات في اليوم يعني اربع مرات في اليوم قبل الفطار او بعد الفطار وبعد الهدف مباشرة او بعد الهدف ربع ساعة ومرة اللي هي المرة بالتالتة يعني ممكن في نص اليوم الساعة ستة او بعد العداء بتساعتين مسلا. والمرة الرابعة والمرة الاخيرة قبل النم بعشر دقيقة. وبعد ما عرضت عليكم اول خمس مشاريب دلوقتي حارضت عليكم المشروب السادس. هتكيبوا في المشروب السادس كوباية حليب سوية برضو صغر الخامسة بالاضافة على كوباية حليب السوية هتكيبوا معالقة كبيرة من الككاوي الحلو�로و. ستقلبوا المشروب ده بشكل تقريب او بشكل عقاري بالساعة. وانسحكم انكم تشربوا المشروب ته تلات مرات في اليوم. ودلوقتي هارض عليكم المشروب السابع. المشروب السابع هتجيبه في كوبايد يانسون صغيرة بالحكم ته. بالوضافة على كوبايد الينسون هتجيبه خمس معالق صغيرين من حليب الصيب. هتقلبوا بريدو المشروب ته. سيما احنا متعودين. وسيما انا قلت لكم كمان في كل المشاريب اللي فاتت. وانسحكم المشروب ته تركيزه عليه كويس جدا. لانه يعني بنشد وبيحفز هرمون الانوسة اللي بيبه موجود كل المناطق عند السيدات. وعند البنات كمان. علشان يوصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها. وكمان برضو المشروب ده هتشربوه اربع مرات في اليوم. واخيرا هارض عليكم المشروب الثامن والاخير. المشروب الثامن هتجيبه فيه كوبايد حليب صغيرة بالحكمة ده. بالوضافة على كوبايد حليب صغيرة. هتجيبه معالقة صغيرة من بلوضافة كمان لما علها صغيرة من عسل النحل. المشروب ده هتقلبوه بشكل تقريب بشكل عقاري بالساعة. وما تشربوش حليب الصية الا لما تلاقوه لونه بدأ يتغير. والمشروب ده برضو كوي جدا بيعتبر من اكتر واحسن وابطل المشاريب اللي الساعة تتكل البنات وكل السيدات اللي انا عارفهم شخصيا على انهم يوصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها فيه وقت وسار جدا. وبرو انسحكم انكم تشربوا المشروب ده اربع مرات في اليوم. ولو كنتوا لسه بتتفرقوا عليها لحد تلوقتي وانا بشكركم بجد من قلبي ها من قلبي على سبركم دعمكم لي. بكده ابا احنا خلصنا حلقتنا شماحنا بتعبطين دايما هيا حتى عنده اي سؤالة واي استفسار ارتعالها في كومنت ساحة وان شاء الله كوب عليكم بقرأ بوقت او تقدر تقاطيها معايا الفيسبوك او انسكريم وان شاء الله مش هتخر عليكم. ما تنسوش انكم فرغم على كل الفيديوات الاتيامة اشتركوا في القناة. سلام عليكم.